تمضي أيام على إعلان بدء العمل فيه حتى بدأت المشكلات تلاحق سير عمل الرصيفة الأمريكية العائم الذي قيل إن هدفه تخفيف من معاناة الغزيين وإدخال المساعدات الإنسانية عبره إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم أنها قررت نقل الرصيفة العائم مؤقتا من موقعه على شاطئ قطاع غزة إلى ميناء يسدود الإسرائيلي من جديد بسبب ما قيل إنها توقعات بارتفاع مواجه البحر بخلاف الوضع اللوجستي المعقد فإن نجاعة الرصيف الذي بلغت تكلفة تشغيله نحو 320 مليون دولار أصبحت محل شك مع تعليق برنامج الأغذية العالمية توصيل المساعدات للغزيين عبر الرصيف لتقييم الوضع الأمني بعد أسبوع من تشغيله في السابع عشر من مايو الماضي نهار الرصيف جراء الأمواج وانفصلت أجزاء منه ووصلت إلى شاطئ مدينة أسدود الإعلان عن فكرة إنشاء الرصيف رافق تأكيدات أيضا أممية ودولية أن المسار البحري وإن كان أكثر فعالية من الإسقاط الجوي إلا أنه لا يقدم بديلا من المعابر البرية لحل هذه الأزمة إصالة المساعدات إلى القطاع في تقييم لحجم المساعدات رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلام معروف قال إن الرصيف الأمريكي العائم لم يخفف حقا من كارثية الواقع الإنساني في القطاع منذ إنشائه وأن عدد شاحنات المساعدات التي مرت عبره لا يتجاوز مائة وعشرين إجمالا من جانبها تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أنه منذ السابع عشر من مايو سلمت أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة طن عبر الممر البحري لتسلمها بعد ذلك المنظمات الإنسانية